وسائل الدفاع في جسم الإنسان والجهاز المناعي الجهاز المناعي شبكة معقدة من الحواجز والعضاء والعناصر الخلوية والجزئات الكيميائية المتفاعلة دفاعاً عن الجسم وهو مصمم لمهاجمة تدمير مجموعة واسعة من المتضدات ومسببات الأمراض خطوط الدفاع للجهاز المناعي يتكون جهاز المناعة من عدة خطوط دفاعية خط الدفاع الأول وهو الحواجز المادية مثل الجلد والأغشية المخاطية والدموع والأهداب وتشكل تلك الحواجز الجزء الأساسي في جهاز المناعة لأنها تمنع دخول البكتيريا خط الدفاع الثاني وهو نظام المناعة الفطري الذي يتكون من عدة خلايا من قريات الدم البيضاء العاملة على ابتلاع وتحطيم الأجسام الغريبة وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الخطين من الدفاع في مرع الغزاة من دخول الجسم وفي حال تمكن أحد الغزاة من العبور ينشط عمل خط الدفاع الثالث وهو نظام المناعة التكيفي حيث يتم تنشيط قريات الدم البيضاء المتخصصة لتنتج أجسام مضادة وتهاجم مسببات الأمراض ومن ثم حفظ الذاكرة المناعية كيف تميز الخلايا المناعية العدو من الصديق؟ كلما صادفت خلايا الكريات الدم البيضاء أي خلية أخرى فإنها تتحقق من هويتها بواسطة مقارنة البروتينات الظاهرة فوق سطح الخلية وإذا ثبت لدى هذه الخلايا أنها خلية ذاتية أي صديقة فإنها تسمح لها بالمرور لكن إذا كانت البروتينات الموجودة على سطح الخلية غير طبيعية ستعتبرها خلية عدوة وتشغل بالتالي نظامها الهجومي وترسل أيضا إشارات للحصول على الدعم من باقي الجهاز المناعي كيف يمكن تعزيز الجهاز المناعي بالجسم؟ تناول الغذاء المتكامل والذي يتضمن الأغذية المتوازنة والهامة لصحة الجسم ممارسة الرياضة أحد أهم الأمور للحفاظ على صحة الجسم وأجزاءه وبالتالي تقل فرصة الإصابة بالعدوى والأمراض المختلفة النوم الجيد وذلك لتجنب تعريض الجسم للإرهاق بالتالي عدم قيام أعضاؤه بالمهام والوظائف بصورة طبيعية كما تعتبر اللقاحات من أبرز الإجراءات الطبية الوقائية لتعزيز المناعة ولتيسير فهم اللقاح وأليته يمكنك أن تتخيله تدريبا لجهاز المناعة حيث تنقل العدوى للجسم لمحاربة المرض دون تعريضه لأعراض هذا المرض يتطلب تعزيز جهازك المناعي تغيير في عاداتك واتباهك لأسلوب حياء صح أيضا من المهمة المحافظة على النظافة لتجنب التارض للملوثات المختلفة وينبغي الحذر من لمس المرضى ترجمة نانسي قنقر